السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تكون الله صلى على النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شب اكستو اكستو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب الخبر الاول عندنا يوم الاثنين 14 اكتوبر الساعة 4 مساء حيكون معنا تحديات كوابيس فورتنايت الجزء الثاني يعني اليوم الاثنين ان شاء الله الساعة 4 العصر حيتوفر معنا الجزء الثاني وكل ثلاثة ايام حيتوفر معنا جزء جديد اللي ما نخلص كامل التحديات ونحصل على كامل الجوائز المجانية بعض الاشخاص اللي بيسألوني في التعليقات على تحديات طور السباق وطور الموسيقى كثير من الاشخاص ما يعرف يسوي التحديات طيب احب اوضح لكم نقطة مهمة انت مو مجبور انك انت سوي تحديات طور السباق او طور الموسيقى سوي تحديات البتل رويل تمام حتى طور الموسيقى او طور السباق الشيء اللي تعرفوا سويه اللي ما تعرفوا اتركه تمام بدل ما تسوي التحديات هذه حاول انك تدخل الاطوارة الابداعية وتحصل على نقاط الخبرة نقاط الخبرة يعني اكس بي انا في الجزء الاول من التحديات نزلتوا في قناتي وفي نفس المقطع ذكرت لكم افضل المابات اللي تعطيكم اكس بي مرة عالي حاول انكم تدخلوا وتحصلوا على اكس بي عالي يعوذكم بدل التحديات اللي هي حق طور السباق او طور الموسيقى طيب اذا انتم ما تبقوا سووا كمان الاطوارة الابداعية مو مشكلة سووا تحديات انطلاقة الحجد سووا اي تحديات لانهم هو مطلوب منك نقاط خبرة مطلوب منك اكس بي من اي مكان فهمتوا كيف؟ فانا دائما ان شاء الله تحديات البت الرايح هنزل لكم اياها اول باول فحاولوا تسووها وبالاضافة سووا معها ادخلوا الاطوارة الابداعية واحصلوا على نقاط خبرة اللي ما يعرف تحديات اللي هي طور السباق او طور الموسيقى بعد كده عندنا يوم الثلاثة 15 اكتوبر الساعة 4 مساء حيكون معنا تحديث المحتوى او الاصلاح العاجل تحديث المحتوى او الاصلاح العاجل هذا التحديث تصير داخل ملفات اللعبة تظهر لنا بعض الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة يعني هذا التحديث احنا ما نحمله وما لا ندخل فيه نهائيا طيب في تحديث المحتوى ما ظهر معنا اي شيء جديد لكن احتمال حتنضاف بعض الاسلحة الجديدة لانه في تحديث 31.40 نزلت كثير من الاسلحة في ملفات اللعبة في احتمال حتنضاف بعض الاسلحة في البت الرايال وفي طور الاعادة بالاضافة في عندنا بعض المشاكل وبعض الاصلاحات الجديدة اللي هتعمل عليها فورتنايت لانه في مشاكل كثيرة سارت في اللعبة ومن ضمنها بعض الاسلحة فان شاء الله اذا سار اي شي جديد هسوي لكم مقطع او نزل لكم الاخبار في جميع التواصل اللي ما ضافني على التواصل يحاول يضيفني في رابط اصفل كل مقطع مكتوب عليه تواصل مع الصياد ضيفني بالطريقة اللي تعجبك بعد كده عندنا يوم التلوتاء 15 اكتوبر الساعة 4 مساء حيكون معنا تحديات الاسبوع التاسع وبسبب تحديات الاسبوع التاسع حنقدر نفتح المكافآت المجانية الاخيرة من اسكنات البيت الباس حيكون معنا كابتن جونز تمام؟ هذه الجوائز هتعتمد على تحديات الاسبوع التاسع والاسبوع العاشر اذا احنا سوينا 8 تحديات هنحصل على كامل المكافآت المجانية ان شاء الله اول ما حتنزل التحديات هسوي لكم شرح كامل التحديات نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الجمعة 18 اكتوبر بطولة كاس الجائزة النغدية حطوا ببالكم شي واحد انه كل جمعة عندنا اللي هي بطولة كاس الجائزة النغدية للوضع التنائي تمام؟ طيب هذه البطولة هتكون في طور الاعادة طيب كثير من الاشخاص اللي بيبغى يلعب البطولة يحاول انه يلعبها لانه جوائزها هتكون نغدية يعني دولارات تمام؟ طيب هذه الدولارات اللي هي خاصة بالشرق الاوسط اذا انت تبغى دولارات اكتر حاول انك تحط سيرفر اوروبا نسبة الربح فيها مرة عالية تمام؟ كثير من الاشخاص اللي بيبغى يلعب البطولة هذي ما يلعبها يقولك انا ما اقدر العب لانه فيها معرقين كل اللي عليك ادخل الالعب يعني اذا انت موت او ما ربحت مو مشكلة ادخل لالعب واستمتع ممكن تربح فهمتوا كيف؟ فكل جمعة هتتوفر معانا هذي التحديات غيروا السيرفرات زي ما تبغوا وحاولوا تلعبوا البطولة بعد كده عندنا يوم السبت 19 اكتوبر عندنا بطولة كؤوس التصنيف كل سبت فيه عندنا هذي البطولة وهذي البطولة اذا انت جب فيها خمسين نقطة تحصل على المضلة الشراعية الخاصة بالتصنيف هي نفس المضلة الشراعية حق الفوز لكن هيكون على لون التصنيف تمام؟ ايو صلك اللون على التصنيف اللي انت واصله يعني انت مثلا برونزي يجيك البرونزي دهبي يجيك الدهبي فهمتوا كيف؟ فكل سبت هذه البطولة دائما تتكرر نظام بطولة كؤوس التصنيف نظامها مرة حلو مو ضروري انه يكون عندك صاحب معاك عشان تلعب لا مو مشكلة تقدر تلعبها بالوضع اللي يعجبك يعني اذا انت مثلا ما عندك اصحاب كل اللي عليك انك حط على البطولة وحط تعبية يدخل معاك ناس عشوائين طب اذا انت تبقى تلعب لوحدك مو مشكلة حط لها تعبية وادخلها لعب لوحدك اذا انت حصلت بس على خمسين نقطة تحصل على المضلة الشراعية بعد كده عندنا مجر العناصر او الايتم شوب عندنا اول شي اللي هي الاشياء الخاصة بالتعاون القادم فيه عندنا تعاون بين طورة السباق ومارفل وحتنزل هذه الاشتايلات للسيارات تمام؟ هذا التعاون هيكون يوم 15 او 16 اكتوبر احتمال ممكن تنزل معاها اسكينات مارفل واحتمالها تمام؟ بعد كده عندنا ادوارد ادوارد هذا التعاون كمان قادم هذه الحزمة هتنزل يوم 16 او 17 اكتوبر لكن انتو دائما حطوا ببالكم شي واحد دائما قدموا يوم او اخر يوم بسبب فارق التوقيت اللي بيننا وبينهم يعني احتمال 16 واحتمال 17 واحتمال تكون يوم 15 فهمتو كيف؟ فهذه هتنزل الحزمة في مجر العناصر سعر الاسكين الى الان غير معروف طيب كثير من الاشياء اللي تخص مجر العناصر انا نزلتها في مقطع كل ما تتمنىه قادم وهذا المقطع انا نزلته في يوم الاحد اللي هو 14 اوكتوبر نزلت المقطع وعرضت لكم كامل التفاصيل اللي هتنزل في مجر العناصر حاولوا تشوفوا المقطع لانه فيه اسكنات قادمة وفيه اسكنات الى الان مشفرة وفيه اشياء كثيرة هترجع تمام؟ وفيه بعض الرقصات اللي هي خاصة في سلسلة المشاهير كمان الى الان مشفرة فحاولوا تشوفوا المقطع عشان تعرفوا كامل تفاصيل مجر العناصر طيب هذي كانت جميع اخبار الاسبوع حطوا بالكم حاجة واحدة دائما اما نزل مقطع الاخبار بعض الاحيان بعد ساعة او ساعتين تظهر اخبار جديدة او ينفك التشفير عن بعض الاشياء وتنزل تسريبات جديدة فاذا ظهرت معايا تسريبات او اخبار جديدة هنزلها في المنتدى واذا ظهرت اخبار كثيرة هسوي لها مقطع خاص لوحدها كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة